هنتكلم مع حضراتكم في كل حاجة لكن الحقيقة النهاردة كمان كان فيه حدث مهم حدث مهم بالنسبة لأبطال النادي الآلي لكرة اليد رجال والفوز في المباراة التالتة حضراتكم عارفين كان المباراة الأولى فاز فيها النادي الآلي المباراة التانية فاز فيها نادي الزمالك النهاردة النادي الآلي وأبطال كرة اليد رجال النادي الآلي بيحققه بطولة الدوري للمرة 26 بفوزه على نادي الزمالك بنتيجة 27-21 الحقيقة كانت مباراة رائعة مباراة قوية جدا يمكن بعد المباراة الثانية فوز نادي الزمالك في المباراة الثانية كان فيه شوية ألأ شوية كلام لكن الحقيقة النهاردة رجال النادي الأهل الكورت اليد الحقيقة بيثبتوا أنهم أبطال الصلاة زي ما بنتكلموا زي ما بنقول والنهاردة عملوا الحقيقة مباراة أكتر من رائعة على منافس عنيد فريق نادي الزمالك وقدر يفوز ويتوج بطولة الدوري لتكون البطولة الثالثة لهذا الفريق فريق وأبطال الرجال لكورة اليد في نادي الآلي بعد السوبر المصري وبعد السوبر الأفريق والنهاردة المؤهل طبعا لكاس العالم للأندي النهاردة بيفوز بدرع الدوري المصري لكورة اليد للمرة 26 في تاريخه والحقيقة كالعادة كابتن محمود الخطيب الحقيقة بيبعد رسالة تهنئة ودايما كابتن محمود الخطيب آه لاعب كورة طبعا ورئيس نادي وكل المسؤوليات عليه ولكن تبقى الألعاب الجماعية كمان في مستوى رائع على مستوى النادي الآلي اللي طبعا بيشوف طبعا خلال هذا البيان اللي قدمه الكابتن محمود الخطيب أو الكابتن الخطيب يهني رجال اليد ببطولة الدوري حرس الكابتن محمود الخطيب رئيس نادي على تهنئة الفريق الأول لكورة اليد وجهازه الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز بدوري الموسم الثاني على التوالي أشاد بما قدمه اللاعبون من أداء متميز وروع عالية ساهمت في التفوق والحصول على اللقب الذي تحقق عن جداره فضلا عن تتويج الأهلي ببطولتاي كأس السوبر المصري والسوبر الأفريكي المؤهل أو التأهل إلى كأس العالم للأندية السوبر جلوب وقال أن الفوز ببطولة الدوري بيحمل جميع عناصر منظومة العمل المسئولية كبيرة وضرورة مضعفة للجهود للاستمرار في تحقيق الانتصارات خاصة وأن الفريق سوف يشارك في مونديال الأندية بالقاهرة خلال الفترة القادمة كما أن الكابتن محمود الخطيب جماهير الأهلي الداعمة للنادي وفرقه الرياضية في كل المناسبات والحريصة على تبوء فريقها المكانة التي تستحقها الحقيقة ألف ألف مبروك لرجال كورت اليد قدام حضراتكم طبعا نرسم التتويج وزي ما بقول لحضراتكم المباراة كانت مباراة رائعة المباراة الأولى فاس فيها النادي الأهلي المباراة الثانية فاس فيها النادي الزمالك لكن النهاردة الحقيقة اللي تفرج على المباراة حاسس من يمكن من نص المباراة خلاص الأمور تمام 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 ورجالة النادي الأهلي يعني كانوا مصممين كانوا مصممين على إن شاء الله أو على الحصول على الدرع كمان مع هنشوف مع حضراتكم كمان دي تغطية طبعا ليه مراسم تسليم الدرع الدوري رقم 26 في تاريخ النادي الأهلي لكرة اليد كمان معنا زمالتنا ومرسلتنا مرسلة النادي الأهلي سلح حامد هنعرف كمان منها الأجواء أجواء الاحتفالات كيف كانت المباراة من خلال هذا اللقاء السريع حالة سلح حامد معنا عشان نعرف منها كل التفاصيل عن تتويج رجال اليد للنادي الأهلي بطولة الدوري رقم 26 في تاريخه يعني بنبارك للفريق وان شاء الله بإذن الله زم الكابت المحمود الخطيب بيقول يعني كمان تهنئة الجماهير النادي الأهلي اللي منتظر أكيد كلنا منتظرين مباراة الغد لكن كمان كل درع بيخش النادي الأهلي الحقيقة بيكون يعني مكسب كبير للنادي الأهلي جماهيرية لا مسيلة لها للنادي الأهلي فرحة اللاعبين زي ما حضراتكم شايفين بالتتويج رقم 26 بعد مباراة أمام نادي الزمالك والفوز بيها الحقيقة دي البطولة الثالثة لهذا الفريق أو الأبطال اللي قدام حضراتكم بعد السوبر الأفريقي والسوبر المصر ترجمة نانسي قنقر